شريف ريضة رجب نبيل أحمد عبد الحكم سالة عبد الفتاح مدرق نظام بيكم عبد الكبير الوادي مصطفى الخواجة أبو بكر محمد محمد كناريا مروان حمد بس هو بيحيلعب في البداية رجب نبيل أحمد عبد الحكم أحمد رمضان بيكم ده تلاتة سرد بكات نفس التلاتة اللي زملك بيلعب بيهم حيبفيد نحية اللي مين بيلعب خالد عبد الفتاح وده العيب كويس ونحية الشمال شريف ريضة هيأمن في نص الملعب بأبو بكر محمد ومحمد كناريا هيستغل لا أربعة اتنين تلاتة واحد لا أربعة لا تلاتة أربعة تلاتة نفس الطريقة نفس الطريقة نفس الطريقة عندك هيستغل طبعا الحالة اللي فيها مروان حمدي تلوحات ده في السموحة حالة عبد كبير الوادي حالة مصطفى الخواجة الهجومية دول هتبقى الأوراج الهجومية اللي هو حيلعب بيهم لكن دايماً كناريا أو بكر محمد هتلاقيهم فيه تأمين في نص الملعب فأنا لازم اللي احنا قلنا من البداية نهاجم بس أنا قلقني حاجة معينة المطشط اللي فاتت كان بيبقى معشور تاني في نص الملعب مثلاً مع محمد أغضاني أو مثلاً معروقة أنا عايز إسلام جابري يكمل يكمل كتير لأنه أنا عايز تبقى فيه كسافة هجومية لأنه خلي بالك شيكبال هياخد طرف خط ناحة الشمال أو ناحة المين والنحة التانية هيبقى زيزه فحيبقى زيء سيف الجزيري لوحده كان المطشط اللي فاتت كان امام معشور بيكمل معاه والجنو التانية حتى اللي جابوه امام معشور في مطش الأعلي من على الخطة التمنتاشر فالحتة دي اللي لأنا عايز إسلام جابري يبقى عنده النواحة الهجومية يكمل مع المهاجمين ويسيب النواحة الدفاعية لمحمد أبغاني عشان يبقى عندك كسافة عشان يبقى عندك كرات عرضية من ناحية اليمين أو الشمال ما يبقاش الجزيري لوحده المطش الفات كان مسلا بيخش مهام الكسافة كان بيخش بن شرقي كان بيكمل امام عشور يعني بيبقى عندك حلول للمهاجم اللي جاء له الكرة فالحتة دي بس اللقاني في النواحة الهجومية تمنى ان اسلام جابري بيقدي الواجب الدفاعي بتاعه وفيس مشكلة بس مع الواجب الهجومي تكمل كمهاجم تاني تبقى تحت مثلا اللي هو الجزيري وعندك شكبالة موجود وعندك ازيزو موجود يبقى فيه كسافة يحس ان هجم الناتزة مالك لها شكل لها خطورة لكن لو لعبنا التلاتة دول بس وسبنا الجزيري لوحده هتبقى فيه هتبقى فيه مشكلة لانهم بيلعبوا تلاتة فلات عندهم احمد عبحكم ده لعيب كويس عندهم رجب نبيل دابل سير دباك وعندهم احمد بيكم حيامن اكاليبرو وخالد عفتاح ناحية اليمين وشريف رده فهو برضو بس يوني مش مش هيطمع في المطش بالبداية انا للناتزة مالك عايز اطمع في المطش لانا للناتزة مالك انا عايز اكون بطل الدولي انا للناتزة مالك عندي دفعة جيدة من مطش نهائي الكاس واخد بطولة للناتزة مالك قدامي 8-9 مطشات اكون بطل فتبقى انت اتبنى البداية تكون النهاردة وبنى مراون حمدي وعب كبير الوادي والخواجة لعبة كويسة والاستحواز بتاع سموحة كناريا ابو بكر محمد اتمنى يتغلب عليهم محمد عبغاني واسلام جابر. حبا فيه يعني نفس كبيرة اوف نصف. نفس لان نهندوق محمد كاريرا العيب كويس بارته. كابت اسماعيل انت شايف خطورة سموحة فيها? خطورة سموحة انا شايف تلات حاجات. اه اولا الكورة السابتة. بتاعيتهم جاملوها كوي. يا ريت يا جماعة لو كورة السابتة موجودة معنا. مباراة طلاقة على الجيش هدف اه رجب نبيل مباراة اسلين كامباني هدف مروان.